تفاصيل كبيرة جدا هماش عايزين برضو النهارده مهنا بنتكلم مع الناس عايزين ادي الناس معلومات مفيدة مش زي ما داخلوا ويخرجوا زي ما داخلوا هايزين كل الناس وبطلع كده من الحلقة بتاعتنا كده ممسوط في البداية ما دينا تكلم قلت كده في البداية نسبنا لا هي عامل خطر لابد ان احنا ننتبه لهذا العمر هي عامل خطر لكل الناس بيجينا الناس كتيرا جدا في الهدات واغلبهم بتوعل مشاكل الازام المختلفة الناس اللي بتعاني بمشاكل الازام المختلفة سواء ارسيرايتس او اسبيين او امسيجي كده مشكلة مشكلة في الازام كده واجأ سألها سؤال وجواب متكرر لكل واحد فيهم انت بتابع مع دكتور الازام اه كنت بتابع مع دكتور الازام اعادت اقديه ست شهور او سنة منهم ست شهور ومنهم سنة طب عملتي ايه انا اخدت حقا موضوعية اخدت حاجات كتير علشان مشاكل الازام المختلفة فساعتها انا بشكل مستمر بقولوه طب هل الدكتور نصح ان انت تنزلي في الازم وقالي بعد ما استعملت بقى لي ست شهور ماشي على النظام البرتوكولي الالاجي اللي هو اللي عليه انا استعملت معك كل حاجة يلا نزلي في الازم بس لازم النقطة ديات لازم ناس بتتقلم يوميا بسبب مشاكل النظام المختلفة لازم نمعرفين ان السمنة ديات حمل على العظم في سبيلنا مشاكل في العظم حمل على القلب في سبيلنا مشاكل في القلب اغلب الناس بلا السنة لو عندهم مشكلة في السنة سنة سبب لأكثر من خمسين مرض ينتهي بالموت ترجمة نانسي قنقر